والدة نادتني قالت لي تعال اخذ الاغراض خشيت بي اخذ الاغراض لحظة كده سمعت ضربة الصاروخ الأول على طول شرت هنا ضرب على طول الثاني هنا عندنا للبيت اللهم لك الحمد وقت الافطار وقت الافطار خمس دقائق لم يكن موعد أذان المغرب في رمضان في مدينة ظهران الجنوب السعودية المتاخمة للحدود اليمنية يوم الأربعاء موعدا للافطار فقط بل لاستقبال قدائف صاروخية من الميليشيات الحوثية يعني لو كان عندهم ذرة من إسلام أو إيمان وقت صلاة استهداف للمواطن استهداف للأرواح البريئة للقتل وهم تفكيرهم السخيف وقت المقرب يقتل أوادم هذولا ويقضي عليهم وهي ساعة استجابة مع الله ما يعرفون أن الله استجيب لكل صائم في هذه اللحظة تقف ظهران الجنوب على هامة التاريخ العربي منذ زمن تبع وأبرهة تستمر واقفة وعالية الهامة أيضا في وجه محاولات البليشيات الحوثية استهداف مناطق مأهولة بالمدنيين وأكرر وعيد نحن في داء الوطن المال والبنون وما نملك نحمد الله يعني عن قناعة وعن عقيدة لأننا أهل عقيدة وليهزنا لا حوثي ولا عفاش ولا غيره المحصلة أربع قذائف كانت مواقعها منازل مأهولة أو بالقرب منها ولا يخفف من جريمة الميليشيات الحوثية عدم وجود وفيات أو إصابات فنواياهم بقتل مدنيين ثابتة نعم هم يستهدفون المواطن وخلق الفوضى والداعف المواطن السعودي ولكن الحمد لله ما زادنا إلا أسرار وعزيمة قذائف ميليشيا الحوثي لا تميز بين موقع عسكري أو منزل سكني بينما رد قوات التحالف على مصادر ومنصات الإطلاق فوري ودقيق ومدمر من ظهران الجنوب سعود الخلف العربية